إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعود بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا النعمة بأعظم دين شرع دين الإسلام اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وراضيت لكم الإسلام دينا ومن ياب تغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق توقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحمة إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وأشهد أن سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقائدنا ومعلمنا وأسوتنا محمدنا عبد الله ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على هذا النبي الكريم وحين اللهم على سنته وأمتنا على ملته وحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسنا أولئك رفيقا ثم أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون brothers and sisters in Islam Our talk today about the health the body health the health of the iman the health of the faith health is a crown over the head of a healthy person only sick people can see it الصحة تتاج على رؤوس الأصحة لا يراه إلا المرضى الصحة is very important when you are healthy in everything to perform what Allah and Rasulullah صلى الله عليه وسلم ordered you to do it the benefit of a good health remember all of us men and women when we become sick or a kind of headache everything in the body complain you cannot do your work job you cannot even worshiping Allah according to Quran and the sunnah look to the people who are not healthy in their body and their iman and compare yourself with those كم من النعم التي أنعم الله بها علينا how much and how many of the blessing of Allah سبحانه وتعالى He gave all of us in the video وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وَآتَاكُمْ مِن كُلِّ مَا سَأْلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا الله سبحانه وتعالى gave you all what you asked and what you didn't ask you didn't ask for eyes, ears, nose, hand He gave you everything He gave you the brain, the mind He gave you the heart it works 24 hours never ask 5 minutes break your stomach is working 24-7 all kind of food and never complain نِعْمَةَ من اللَّهِ and at the same time people said we are poor brother and sister if anyone asks you give me your eye I'll give you half million of dollars you will say no what about your hand your leg, your eyes, your ears how much you are rich rich toward الله سبحانه وتعالى وَآتَاكُمْ كُلِّ مَا سَأْلْتُمُونَ Allah gave you from everything you asked and you didn't ask صلى الله عليه وسلم the famous hadith من أصبح مينكم آمينًا في سربي معافًا في جسده عنده قوت يومه كَانَ كَمَن مَلَكَ الدُّنْيَا بِحَذَافِرِهَا صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد he mentioned that hadith more than 1400 of year anyone of you awake in the morning perfect not complaining anything معافًا الحمد لله all of us آمينًا في سربي secure and safe in his people is not wanted from any no one of you are wanted الحمد لله آمينًا في سربي معافًا في بدنه عنده قوت يومه you have your just today's food just today every one of us think what do we have in our home for how many days going to come كَانَ كَمَن مَلَكَ like the one who captured the whole dunya during the time of the companion of Rasulullah صلى الله عليه وسلم they are not looking for tomorrow they are looking just for today اللهم إني أسألك العافية والمعافات الدائمة في الدين والدنيا والآخرة that's Muhammad صلى الله عليه وسلم he used to say this دعاء every morning every time اللهم إني أسألك العافية والمعافات الدائمة في الدين والدنيا والآخرة O Allah I ask you the afiyat the health in everything في الدين in my faith في الدنيا in the life and in the day of judgment صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد لا تغتر بصحة 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 look to the people who are now 80 and 90 they wear something else a pilot or 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 even a president and minister what are their situation today لا تغتر بصحة وعافية فإن الدنيا غرارة والنعم زوالة ويمكرون الله والله خير الماكرين you will be something today tomorrow is different and the opposite is we wear something before we come to United States of America see look why we are here we be in something now it's everything completely different المرضى the sick people they wear like you in a good hill and they are lying in the hospital by a second يغير الله من حال إلى حال by a second he is something he get paralyzed he is something he get heart attack he is something he has a stroke he is something he get a cancer he is something kidneys that's in the hand of Allah in the hand of Allah since we are in a good hill we have to worship Allah according to the teaching of Allah and Rasulullah صلى الله عليه وسلم الصحة والعافية the health and the عافية نعمة من الله أنعمها علينا it's a blessing from Allah he blessed every individual of you علينا بغتنا من هذه النعمة قبل أن نمره we have to capture it before we become sick kind of sick he is very active coming to the masajid he is not coming why my health I can't keep my myself I can't drive I can't see I can't walk since you are all of you having this blessing try to do it and action it for the sake of Allah before you leave it نعمة there are two kinds of blessing Allah gave of us مغبون we don't know about it الصحة والفراغ الصحة والفراغ the health and the time the health and the time we are healthy we do have time we have to let this time working for the sake of Allah سبحانه وتعالى we don't have time to spend it here and there here here people say time is money time is dollar while the muslimin saying time is for عبادة worshipping الله سبحانه وتعالى وما عند الله خير وابقى what Allah what Allah deserves for you it's much better than what you having here دائما all the time اسألوا الله العافية all the time ask Allah for the عافية ثم لتسألن يومئذ عن النعيم the meaning of these shorts surah is a big meaning الحاكم التكاثر we are worthy we are running behind the dollar we are running behind the children we are running behind the dunya we never capture it حتى until you die زورتم المقابر here not visiting the graveyard until you die then Allah will ask you about everything about your life about your time about your youth about your money من أين لك هذا from where did you get it and how did you spend it الله سبحانه وتعالى said وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَن النَّعِيمِ then in that day you shall be asked about the delights the na'im أخرج this is a big this is a big you don't work for it you raised as a muslim have to say الحمد لله thanks Allah for this I don't need more than that نعمة الإسلام لَا تَتِمُّ النِّعَمُ إِلَّا بِهَا the risk other than that is nothing أحمد الله على نعمة الإسلام thank you Allah that we are among the muslimين the second one نِحْمَةُ الْعَافِيَةِ I'm a muslim and a good health I worshiping Allah according to the quran and the sunnah لَا تَطِيبُ الْحَيَاتُ إِلَّا بِهَا the life is nothing the life is nothing if you are sick life is nothing if you are ill life is nothing if you are in the jail or in the hospital even if you are a millionaire or millionaire the number three نعمة الغنى التي نعيش بها the money الحمد لله all of us working all of us having income we have to say الحمد لله الحمد لله that we have something to make our life running to pay the rent to feed the open mouth waiting and to do such and such سحة health muslim الحمد لله but nothing it's not completed أب الدنيا رحمه الله he means in that you are good muslim good health and you have something to survive the right the right the good and the last نعمة نعمة الإيمان والأمن والإيمان if you have all of that and you are living in fear no use الحمد لله if you are not safe when you live with your wife if you are not safe while you're driving if you are not safe while you're at work there's no any kind of taste of the life الحمد لله we have this in this country and we ask الله to be to make all the dunya the universe safe as we have here in this country it's very important تعرف otherwise if you are not worshipping الله while you are in this نعمة then you when you lose it you ask يا الله do you think الله has responded to you he will respond to you if you are listening to him listen to Allah in the Quran listen to the Rasulullah and action تعرف على الله في الرخاء يعرف في الشدة when you are relaxed and you are a good muslim and you do your salat your iman your ihsan when you have any critical situation you will find Allah with you Allah always with the people who are remembering remembering Allah subhanahu wa ta'ala if any person of us we are the slave of Allah subhanallah you are coming to the masajid day and night you are performing the month of Ramadan and you doing hajj and umrah and 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 suddenly you get an accident or you lying in the hospital here is Allah is giving you while you are not in the masjid he will give you the reward as you in the masjid this hadith of Rasul Allah sallallahu alayhi waslam the good deed Allah will give it to you because you used to do it while you are in a good hill from juma' tilawe quran everything kutib kutib lahu mitle ma kana yamal muqima sahih al-abdu salih the righteous and pious servant if he got any problem and he cannot perform as he used to do but his heart connected with Allah connected with the masjid connected with bytullah al-haram connected with the sadaqa and fasting and ihsan Allah subhanahu wa ta'ala will give him this is the meaning of the hadith ta'arraf ala allahi fi raka' ya'arif ka fi shida warning and warning and warning for some people they are not knowing their lord ever until they are in a critical situation he is away from Allah he is away from al-masajid when you have problem ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah this is not good they don't know Allah until they have some problem Allah subhanahu wa ta'ala mentioned that in surah Yunus number two when any harm touch a man he invoke to Allah then when Allah give him he leave everything like he never been in that bad situation it's very important ayah in surah Yunus and it is in everywhere in the Quran we have to repeat and saying the du'a of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam all the time allahumma inni asaluk alafwa walafiya allah allahum 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 فاستغفروه يا فوز المستغفرين وادعوه يستجب لكم الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يسبح له ما في السماوات وما في الأرض يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقائدنا ومعلمنا وأسوتنا محمدا عبد الله ورسوله البشير النذير والصراج المنير صلوات الله عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته واهتدى بسنته وجاهد جهاده إلى يوم الدين ثم أما بعد إذا تأملت في نفسح If you look to your nafs, look to yourself in the mirror, or in the front ask your wife or brother, what do you have? How you are moving your hand? And how you walk? How you see? How you hear? How you think? How you eat? See how many nama, how many blessings? ويقرفوا بغ تتبع سبفى سؤال نمتع حسن الوقت عليه تتادي الفني وبدون لله الشفز للأ查 للأشياء للأها للأس لن ؟ الحقيقة لا يجب وhouses كل هذه نعمة الله سبحانه وتعالى يجب أن تجلوه في دو آيات سورة إبراهيم و سورة النحل 18 و 34 وآتاكم من كل ما سألتم وآتاكم من كل ما سألتم وآتاكم من كل ما سألتم وفعل ذلك كل ما سألتم وإن تعدوا نعمة الله لا تحسوها إذا تحاولت إذا تحاولت لقاء الشبه هل تنفض الجميع أن تفعل ذلك لأجهد الدين كمكوان شبهال الله أعطى تتتتتتتتتنين في مجال لا يمكنك فقط المخرج ما كذلك المداخل هذا الناحية عغز يدفع 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 هذا الشميع عغز يدفع 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 هذا الشميع عغز يدفع 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 لم يطلبك أن أحتاج إلى خلق 5 منطقة إذا كان لديه خلق ذلك يعني أنك ستذهب إلى المنزل هذه نعمة من الله نحن نتحدث عنها ونحن نتحدث عنها نحن لدينا الكثير من الله ونحن نحن نحن في الجنة أكثر من ذلك أكثر من ذلك أحد الألما رحمه الله نحن نقول بلنا كثير من سترى نحن نتحدث عنها إذا تحاولت أن تأخذ أمون أو أمون لديك سنعطي سنعطي لديك لديك سنعطي لديك إذا لم تكن لديها لا شيء ماهي عن النساء الذي الله يطلبك لك دي ونحن كل شخص لديه النساء هنا يا شيخ جزاك الله خير my cylinder is over I need to go to get another one see how many times you are breathing breathing in the day and night we have physician here doctors they are looking this is ni'ma from Allah وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا if you try to count the blessing of Allah no way no way at all اللهم إِنَّ نَسْأَلُكَ الْعَبْوَ وَالْعَافِيَةِ وَالْمُعَافَاتِ الدَّائِمَةِ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللهم إِنَّ نَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلَ عَافِيَتِكَ وَفَجْأَةُ نَقْمَتِكَ وَجَمِيعُ سَخَطِكَ the benefit of a good health heal is a crown the health is a crown over the head of a healthy person only sick people can't see yet اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم اجعل هذا البلد آمن مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم افتح لهم فتحا مبينة وهديهم صراطا مستقيمة سرهم نصرا عزيزا وأتم عليهم نعمتك اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المقروبين وقد الدينة عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وفك أسر المأسورين اللهم فك أسر المأسورين اللهم فك أسر المأسورين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أتنا في دنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم بارك لنا في أزواجنا وأبنائنا وبناتنا وأحفادنا وأخواننا المسلمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحومة وتفرقنا من بعده تفرقا معصومة ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا مظلوما ولا محرومة برحمتك يا أرحم الراحمين إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلِّ وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا 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 إن الله مر بالعد والإحسان وإيتاء ذي القربة فجاءوا المنكر وبغي أعذكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل اذكركم واشكروه على نعمه يزدكم والذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأنت يا قياح صلاة